أحداث دخول يسوع إلى أورشاليم كانت مرتبة ومحكمة بانسجام كامل وتام بترتيب إلهي فالأحداث كانت تسير بالتتالي حتى يأتي بالفصح وقبل السب في هذا الأسبوع الأخير صنع أمور عجيبة جدا في هذه البلدة لكن من فترة دخوله إلى أورشاليم حددت موقف الفرسيين أي الرجال المتدينين ضد يسوع المسيح بسبب الحسد والغيرة ضده فجاء عند منطقة بيت فاجي وأرسل تلميذين إلى المنطقة الأخرى أو إلى بلدة أخرى قريبة وهناك قال بنبوة أنهم سيروا جحش ابن آتان لم يركب عليه أي إنسان وإن سأل هذا الشخص قولوا له الرب محتاج وبالفعل جاءوا بهذا الآتان وركب المسيح على هذا الآتان ودخل إلى أورشاليم الدخول المنتصر الظافر بصرخات وصياح وهتاف جميع الناس الذين جاءوا معه من الجليل والناس المعيدة اللي كانت جاي للعيد اللي خارج أصوار أورشاليم والناس التي التقت به من داخل أورشاليم سألوا عن هذا الإنسان من هو هذا قالوا إنه يسوع الناصري الذي من ناصرة الجليل